أهلا بكم متابعي موضوعات SQL عامة. موضوع الدرس اليوم هو كيف يمكننا أن نعرف متى نستخدم أو إشارتي الاقتباس الأحادية أو إشارتي الاقتباس المزدوجة. فقبل البدء فضعوني أوضح لكم ماذا يعني إشارتي اقتباس مزدوجة وماذا يعني أو أحادية. فإذا نلاحظوا الأحادية تكون بهذا الشكل. هذه اسمها أحادية. جيد. فإذا هذه اسمها أما بالنسبة للدبل تكون بهذا الشكل وهذه اسمها يوجد أيضا شيء آخر واسمه وهذا الشيء دعونا نضعه هنا في الأحمر فالباك تيك تكون بهذا الشكل مائلة. هذه اسمها جيد. فإذا الآن قد تقول وتسأل طبعا ومتى أستخدم هذا ومتى أستخدم هذا ومتى أستخدم هذا بـ SQL. فقبل البدء بهذا الموضوع يجب أن تعرف شيء معلومة جدا جدا مهمة قبل البدء بهذا الموضوع هو أن SQL هي لغة استعلام. ومن SQL أو SQL تم استخدامها بعدة برامج أو أنظمة إدارة بيانات. فـ SQL نفسها تم استخدامها بنظام إدارة بيانات MySQL وأيضا تم استخدامها بـ SQL وأيضا يمكن هناك أنظمة أخرى هنا لدينا. وعندما تم استخدام SQL في MySQL, MySQL يعني عدلت عليها نوعا ما وأصبح هناك أوامر بـ SQL تستخدم فقط بـ MySQL بطريقة معينة. أما إذا ذهبت وأستخدمت نظام إدارة بيانات آخر مثلا بـ SQL سأكتب الأمر بطريقة مختلفة. فنحن ما زلنا على أساس SQL لكن مع تعديلات النظام إدارة البيانات الذي نتعامل معه. فإذا هذه المعلومة جدا مهمة. لماذا؟ لأن موضوعنا اليوم single و double وباكتك هذه الأمور أيضا تختلف من نظام لآخر. لكن النظام الذي سأوضح عليه سأوضح بشكل عام بـ SQL وأيضا سأوضح بنظام إدارة البيانات MySQL. فإذا أنت تستخدم نظام آخر فعليك أن تذهب للتوثيق لترى ما الفرق بين هذه الأمور أو كيف ينظر البرنامج أو النظام الذي تستخدمه للـ single والـ double والباكتك. إذا كان هذا الموضوع مشوش بالنسبة لك وأنت لا تعرف ماذا تفعل في هذه الحالة فابق معي. نحن سنتعلم SQL وMySQL النظام إدارة البيانات الأشهر الذي لا بد أنك ستستخدمه أو أنت تستخدم. فلنعود لموضوعنا. فبخصوص الـ single quotation هذا فهذه بالشكل أساسي بالشكل أساسي هذا تستخدم للـ string. وربما تسأل ماذا يعني string؟ فالـ string هو عبارة عن سلسلة مجموعة من المحارف. والمحارف يعني يمكن أن تكون رقم. يمكن أن تكون حروف. ويمكن أن تكون رموز خاصة. يعني مثلا إذا كان لدي يوزر نيم اسم مستخدم بموقع فاليوزر نيم الخاص بي سيكون مثلا اسمي نورس. ومثلا سأضع هنا هاش مثلا سأضع هنا واحد اثنان ثلاثة. فهذا الـ user name عبارة عن سلسلة من الحروف المحارف. وهذا يعني string. طالما لدي string بقاعدة البيانات بـ SQL أو بـ MySQL فأضعه ضمن single quotation. جيد فإذاً لـ string single quotation. أما بالنسبة للموضوع الثاني. الموضوع الثاني هذا وهذا جيد. ونبدأ بهذا double. فالـ double لا تستخدم لـ string بل تستخدم لأسماء الأعمدة والجداول. الآن سنرى. والـ back tick هي بديل للـ double quotation بنظام MySQL. فإذاً لنرى التطبيق العملي على هذا الموضوع حتى تكون الموضوع أوضح. بالرابط بصندوق الوصف ستجدون رابط هذا الكود. أنا قمت بإنشاء جدول فيه customers. فيه first name, last name, email. ودخلت فيه سجلين. علي وعلى. وثم كتبت query هنا select all columns from customers وrun. فلاحظوا سيعيد لي كل شيء. طبعاً هذا شيء بسيط جداً. ماذا لو أردت أن أعيد فقط علي. فعلي أن أستخدم هنا where state where close فإذاً سأكتب where first name يساوي علي. فإذاً هنا يجب أن أكتب علي. علي هي عبارة عن string. سلسلة من الحروف والمحارف. فيها أحرف علي. وبالتالي هذه علي يعني متعلقة ب... ليس شيء خاص بقاعدة البيانات أو بالجدول الخاص به. هو خاص بالبيانات الموجودة. بالسجل البيانات. بالقيود. يعني خاص بالقيد هذا. first name له علي. فهذا هو عبارة عن string. فإذا أدخلت بهذا الشكل وrun سيعطيني خطأ. لماذا؟ لأن هذه عبارة عن string. يجب أن أحيطها ب single quotation. فإذاً أحاديا. فإذاً run مجدداً جيد. فإذاً سيعطيني النتيجة. فإذاً هذا هو استخدام لـ single. طيب. الدبل أين أستخدمها؟ الدبل أستخدمها لأسماء الجداول مثل customers ومثل first name. آآ لكن كوني الآن أنا أتعامل مع نظام إدارة بيانات my sequel. لاحظوا في الأعلى مكتوب my sequel. فالدبل آآ هنا ستعطيني خطأ. إذاً تعوني سأقوم بإنشاء هذه الدبل هنا بنظام my sequel وrun. إذاً نلاحظوا سيعطيني خطأ. لكن بالنظام my sequel استبدل الدبل بالباكتك. فإذاً الباكتك تجدونها عند حرف الدال بالكيبورد بلوحة المفاتيح أو عند الشدة. فإذاً بلوحة المفاتيح إذا كنتم تبحثون عنها. وهنا باكتك. إذا استخدمت باكتك لإسم الجدول وrun. يفترض لا يوجد خطأ ويعيد نفس النتيجة. أيضاً الدبل يمكن أن أستخدمها لأسماء الأعمدة. لكن مرة أخرى أنا أستخدم my sequel. هو فعلياً لن يعطي خطأ هنا لكن سيفهمها بطريقة مختلفة. سيفهمها أن هذا عبارة عن string وبالتالي سيقول لا يوجد شيء حتى أعيده هنا. فبهذه الحالة علي أن أستبدلها بباكتك. فإذاً استبدلها بباكتك لأن نستخدم نظام my sequel. فإذاً الآن سيعيد لي نفس النتيجة السابق. طبعاً بالنسبة لي my sequel أنت لو لم تحيط إسماء الجداول الأعمدة بباكتك سيعيد النتيجة بشكل صحيح. بالنسبة لي my sequel. فإذاً هذا هو الفرق. فأتمنى أنه كان واضح جداً. فنكرر. نكرر. single league string. وفهمنا ماذا يعني string؟ double للأشياء أسماء الأعمدة وأسماء الجداول. بmy sequel تحديداً لا يجد double. فتستخدم الباكتك بدلاً آآ منها. فإذاً هذا كله لهذا الفيديو. أتمنى أنه كان مفيد. إذا كانت أي سؤال تود أن أطرحه بسلسلة موضوعات SQL عامة. اكتبه في صندوق التعليقات وأنا سأسجل فيديو حول الموضوع حتى يستفيد الجميع. إذاً شكراً لكم ومع السلامة.